النقطة دي معلش كل جزئية لأن في لعبة تانية ما تعملاش كده ليه ليه عشان محدش يتاجر برضو بش معنانة منذ واقعة الرباعي الكبير كابتن ربيع كابتن طاهر كابتن محمود صالح كابتن علاء ميهوب لم يتكرر هذا الموقف كل اللعبة اللي مشت مشت باتفاق وسلاسة او تنظم هي مباريات قلت انا مش لعبة يعني نرجع للموسم الماضي ليه ما حصلش كده مع كابتن حسام وكابتن عماد اللي اتنين ادركوا وحسابيا اني لقى اللي انا بقوله بقى ان انا لو انا راجل ابني او اخوي الزغير وعايز رأيه كنت اقول له مش هتلعب قد اللي لعبته احسب حساب المكسب والخسائر في مكاسب كتيرة جدا انك تطلع وانت في حضن نديك الكبير بس الكابتن حسام وكابتن عماد وفق لهم قبل كده للاحتراف كابتن حسام ما مجاتلوش هزير فرصة فالكابتن حسام هو اول واحد يوضع امام اختبار تحب اكرمك بكل وسائل التكريم اللي في ذهنك واللي مش في ذهنك واللي احنا محتاجين ناخد بها خرارات استثنائية من مجلس الادارة وتبقى في رعاية نديك وفي حضنه ولا ليك رأي تاني هنحترم رأيك في اي حال عايز تلعب برضه هتوبقى في عينينا وفي قلبنا وكل جمهير النادي الاهلي هتتفاهم ماذا الكلام زي كابتن الشريف النهاردة والكابتن شريف لا انا عايز العب وطالع خلاص فيش مشاكل هيطلع الرجل وعارف انه هو ابن النادي الاهلي وعارف انه هيقدم مشواره وبعد كده سيذكر ان كابتن شريف بإذن الله يحقق نجاح اللي هو عايزه ولكن تقدير الاهلي له تقديره للاهلي يجب قال لا يهتز قال لا احد يتدخل في هذه العلاقة ويستثمرها لنفسه قولوا دول بيستثمروها معظمهم يعني فيه ناس بتخدمها لكن فيه ناس كتير جدا بتوجهاتها وانتماءاتها فرصة تنفخ في الرماد اه كابتن حسام انا يعني انا يعني عشمان او اكاد اكون مطمئن ان هو هيخد القرار السليم وانه يكون اعتزاله في الاهلي واخر فانيلا البسل فانيلا الحمرة بص ممكن ممكن انا اقولها لاني هيقول انت مش شاف غير الاهل لا او شاف كابتن حسام اه طبعا مش عايز بعد كده فيه ناس بتحب تقارن بينه من كابتن عبدالله السعيد تاني وتالت ورابع وعاشر اللي زعل النادي الاهلي من كابتن عبدالله السعيد مش انه استخدم حقه استخدم حقه كان عايز يمشي انه ما قالش انه سوئل فما قالش وكان جوه الفريق وخد مبلغ سنتين مقدم وبيستعد لمباراة القمة وكنا لسه بنلعب وهو لعيب اساسي وقاعد زميله فاهمين كل الحاجة الا الاداره هي اللي مش مدركة ده اللي زعل الاداره العليا في النادي الاهلي ده احنا سألناك ملتلناش انما لو هو راح ضغري كده يا جماعة بقى قرار قرار انا الحقيقة مصلحة الفطر الجاية حتكون برا النادي الاهلي حد حيقوله ازاي تعمل كده ده طب حدش حيقوله ازاي تعمل كده اصلا هذا حق الله يعني صحيح طالما بتعمل بالطريقة الصح والوضوح والمواجهة وعدم الاساءة للكيان وعدم اساءة الكيان له هو ده هو ده مفهوم الرياضة هو ده العلاقة المميزة اللي تبقى بين اي لعبنا دي اللي نتمنى انها تستمر مع اللعب الكبار بتوعنا النهاردة كابتن وليد خلاص صفحته تقفلت وحيوعد في النادي كابتن احمد فاتحي لسه هنعرف رأيه وتمنى بقى من السادس كابتن يعني ما يستهلكناش اكتر من كده يعني الوقت ملوش لازمة خلينا واضحين واحد زاد واحد ساوي اتنين طلباتك اطلبها قدرنا نعملها اوكي ما قدرناش نعملها يبقى انت عايز تقرب خطوة ولا مش عايز تقرب خطوة المسائل بسيطة واذا ايا كان قرار اللاعب هذا حقه تاني وتالت ورابع حق اللاعب نشوف مصلحته دون الاساءة للمكان حق المكان انه يراعي مصلحته دون الاساءة لمصلحت اللاعب صحيح هو ده المعادلة اللي اللازم الناس كلها تفهم عشان كده